تحياتي يا أصدقائي منتخب سوريا لناشئين يخسر من السعودية والفتو يودع بطولة كأس الاتحاد الأسعوي بعدما كان أمامه فرصة تاريخية أمام فريق العهد وأضاع المباراة وأيضاً يعني الحديث عن بابلو صباغ هأحكي كل هذه المواضيع ورأيي فيها بهذا الفيديو والأحداث المتسارعة بكلة القدم السوري إذن يا حبايب القلب بداية تحكي عن منتخب سوريا لناشئين مع المدرب المصري تامر حسن منذ يومين يطل علينا رئيس الاتحاد بتصريحات أنه لا تحاسبوني على منتخب الرجال أنا موجود على منتخب الرجال حاسبوني على المتخبات في قيات العمرية شفنا اليوم منتخب سوريا لناشئين مع المدرب المصري تامر حسن خسر بهدفين دون مقابل من المنتخب السعودي حقيقة يعني الخسارة ليست هي مشكلة لأنه نحن تعودنا طبيعة حال على الخسارات إن كان بالرجال ولا بالفئات العمرية لكن الخسارة كانت على مستوى الفريق على شكل الفريق على أداء الفريق على يعني تنظيم الفريق ما شفنا هذا الفريق يلي تم تحضيره والمدرب تعمل حسن اللي قال أنا جاي مشان منتخبات الفئات العمرية وأنا جاي يطوره ما شفنا شيء يعني حقيقة يعني مثله صراحة مثل المدربين الوطنيين الموجودين عنا يعني ما اختلف أي شيء وأنا بالذات يعني تحديدا المدربين الناشئين يعني بحاجة نحن كسوريين جيب مدربين لمنتخبات الفئات العمرية يكونوا بمستوى عالي جدا لحتى يطوروا من هؤلاء اللاعبين اللي بحاجة أنه يعني اليوم تشعر أنا بصراحة زعلت يعني لعبين صغار وكيد ما بننجلد فيهم نحن يعني حرام الجو اللي عايشينوا في سوريا والسنوات السابقة ما عاشوا هاي المسيرة تدريبية الصحيحة ما تطوروا بشكل صح ما تنمت مواهبهم بشكل صح وهلأ رحقلكم إن شاء الله الحل لهذا الموضوع لكن ما بجلده أنا لكن يعني في أساسيات كرد القدم للأسف عند بعض اللاعبين شفناها منتخب الناشئين ما أنا موجودة يعني للأسف يعني وهذا الشيء أكيد يعني بحز بقلبنا لأنه نحن دائما تعودنا الفئات العمولية يكون في لاعبين مميزين نشوف كرد قدم حلوة رغم أنه نخسر لكن ما شفنا شيء مع منتخب السعودي وهذا يعني صحيح منتخب السعودية أفضل لكن يعني مفروض نحن كنا نشوف كرد قدم أفضل من هيك لمنتخبنا وهذا الشيء أنا برأيي لازم يعني اتحاد كرد قدم مثل ما هلأ عم يتجه بمنتخب الرجال وهي الخطوة المحترمة جدا بتدعيم نعمل المنتخب بلاعبين مهمين محترفين في أوروبا وأمريكا الجنوبية أنه هيك يصير مع المنتخبات ناشئين لكن بطريقة نفس أهمية منتخب الرجال نجيب لاعبين مهمين نعمل المعسكرات في أوروبا نعمل منتخب من اللاعبين أصحاب الأصول السورية في أوروبا يلعبون مباريات في الديم وأسكرات لحتى يعني بصراحة يعني هذول اللاعبين الموجودين عندنا المحليين مثل ما قلت لكم بزعل عليهم ما عندهم هاي الأساسيات عندهم طموح كتير كبير وأنا محترم طموحهم ونحن بحاجة مدرب ودوري يعني أفضل من هيك لحتى نقدر يتطوروا يعني ملاعب ما عنا بكرف قدم السوريين عم تشوف دوري الرجال وملاعبه غير صالح على كرف قدم فكيف دوري ناشئين يعني وضع سيء جدا وهذا انعكاس كرف قدم محلية شفنا متخب ناشئين ما بدي اقول هارد لك بدي اقول يعني لازم تشتغلوا بشكل اكبر وهي نقطة على تصريح السيد رئيس الاتحاد يلي قال انه حاسبوني على متخبات ناشئين والفئات العمرية هاي اليوم شفنا من نتاج عملكم بهذه المتخبات كما تعلق بفريق الفتوة كان امام فرصة تاريخية اليوم فريق الفتوة انو يتاهل الدور المقبل من بطولة كاس الاتحاد الاساوي الحظ ضعب لدور الفتوة والعهد في المجموعات التانية انو اللي بيربح يتاهل بعد انسحاب جبل المكبر من هاي المجموعات الفلسطينية من وجهده كل التحية لكن يعني فريق الفتوة لعب مباراة على طريقة ايما الحكيم كل المباراة يعني دفاع عم يحاول يعني الفريقين يعني يحس انو حذر 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 لحتى اخطأ حارس مرمى فريق العهد تمكن يوسف الحموي من تسجيل الهدف لهون تمام لهون تمام الامور ظلت المباراة دقيقة تسعين يعني بعد دقيقة تسعين انت مفروض احنا فرقنا سورية يعني ما بعرف شو بيصر له انا باخر الدقائق يعني ما بعرف كيف يضيع وكيف ما عاد يقدروا يحافظوا وعرفوز انت فايز ضربة جزاء يعني بصراحة عد الرزاء محمد اعاقل محمد الحلاق ضربة ضربة جزاء بداية من مدافع المفروض يكون من اهم مدافعين في سوريا عد الرزاء محمد الناس عم طالب في ان يكون موجود بالمنتخب انت اليوم عمل ضربة جزاء ما لا داعي ما لا داعي ابدا بضيئة 92 ضربة جزاء لفريق العهد ادري من يسجل هدف تعادل بالضيئة 97 محمد الحلاق بمجهود طبعا بدي احكي على محمد الحلاق الآن بهذا الفيديو لكن محمد الحلاق مجهود فني رائع قدر يسجل هدف الفوز لفريق العهد محمد الحلاق يا شباب موهبة أنا من لما كنت موجود معهم بالمنتخب الأولومبي وشفت هذا اللعب على الارض الواقع وبالتمرين محمد الحلاق من افضل لاعبين اللي مروا على تاريخ كروف قدم السورية من حيث الموهبة لاعب سريع لاعب نشيط لاعب بحاجة انه ينعطى ثقة نحن انتقدنا عدم اشراكه في مباراة اليابان لانه هو هذا اللاعب لاعب سريع لعب مراوغ لاعب منه شوف اليوم شو عمل مع فريق العهد عطاهم ضربة جزاء بداية تسعين سجلوا التعادل جاب هدف بطريقة جدا جميلة ومهارة فردية يعني قدر يراوي ثائر كروما يعني بالكوبري كما يقال باللغة المصرية وسجل هدف الفوز لفريق العهد الفرحة كانت كبيرة لسفراءنا السوريين في فريق العهد اللبناني المدرب رعفة محمد محمد المرور ونجم السهرة محمد الحلاق منقلهم الف مبروك وهرد لك لألنا ولسوريا ولكل مشجعي فريق الفتوى وهذا للأسف واقعنا بينا هذا بطل الدوري ما بعرف انا يعني ليش هيك عنا صير فينا فريق الاهلي ختم كاس الاتحاد آسيوي بنقطين فقط في دور المجموعات هذا مستوى وهذا مستوى دورينا وهي كرتنا مشان هيك تجهو على اوروبا امريكا جنوبية حلايا بالألف الخبر يلي اكيد سمعتوا انتوا انا بعرفه يعني سمعان فيه وعندي هي المعلومة لكن ما حبيت احكي فيه بفيديو الصباح عن بابلو صباغ وهلا حاليا يعني انا ما بدي اكد الخبر حتى يطلع شي رسمي من قبل بابلو صباغ او من قبل الاتحاد لكن يعني بابلو صباغ انا يعني منذ سنوات حتى من سنتين لما كنت اعمر في قناة الاخبارية السورية وعبر برنامج وانجول تحدثت عن بابلو صباغ كثيرا وعرض فيديوهات له لاعب مهم جدا 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 لاعب صغير بالعمر لاعب سريع لاعب مراوغ لاعب هداف ليسدد من خارج المنطقة على الاجنحة لاعب متكامل مهاجم متكامل بابلو صباغ يعني انا ما كنت بدي احكي عن موضوع الصبح لانه اي شي بنحكي فيه من معلومات بخاف انه اخر شي يعني ما تزبط القصة وانا ما رح اكد شي هلا حاليا اعني انا عندي المعلومات بس ما رح اكد شي وبتمنى اكيد يعني هذا خبر مخرح ان شاء الله بكرة بتسمعوا ممكن صباغ على نمط اوسو ينزل فيديو على صفحته او الاتحاد يعنونه بشكل رسمي وهي خطوات ترفع لها القبة على صراحة على مزيد اكيد من اللاعبين المهمين لمنتخب سوريا وهيك نحن بوجود هدول اللاعبين بسوريا عم نرفع ثقف توقعاتنا اكتر بانتظار ايضا ممكن فيه لاعب لسا قادم المنتخب او لعبين ننطر الاخبار المفرحة ان شاء الله بالايام والساعات القادمة هذا اكيد كان كل شي بدي احكيه بهذا الفيديو اللي ما شاف الفيديو فيما تعلق بقيها مقرسو وهل يستطيع اللاعب المنتخب سوريا بعد الكلام وضجل كتيره يشوف الفيديو اللي قبله اللي نزلته اليوم الصبح تعليقاتكم اصدقائي كتير مهمة عم تدفعوني انه يعني هاي اول مرة بنزل فيديوهين بنفس النهار عم بتحمس معكم بشي اللي عم نشوفه بكرة القدم السورية يعني حماسنا كتير كبير بهؤلاء اللاعبين عم هيك عم يعطينا دافع ايجابي وهذا الشي عم بيخليني يكون موجود معكم عبر قناتي على اليوتيوب صراحة انا قناتي عبر اليوتيوب بقدر عبر فيها عن رأيي الشخصي اللي عم يسألني انه التلفزيون والبرامج التلفزيوني انا برنامجي التلفزيوني محاور احاور الرأي الرأيين الرأي المختلف بحترمه والرأي الرسمي ايضا بحترمه لكن اهون انا عبر قناتي رسمية بنقل وجهة نظري الشخصية وايضا معلوماتي الخاصة يلي احنا ما بنقدر نقلها عبر برنامج تلفزيوني بشكل يومي لانه برنامجي جيم اون يلي عم بنعرض على قناة عالم سوريا هو برنامج اسبوعي على طفل خميس ساعة سابعة مساء وبالتالي عم حاول يكون معكم عبر منصة يوتيوب لحتى اقدر واكبكن بكل اخبار كل الخدم السورية ومنتخباتنا باي باي اشتركوا في القناة